معك منبر جريدة مغرب الموطنة التي تحضر مع السيد الخبير السيد غشب رئيس الجنعية الوطني للعشابين المخضرمين بالمغرب وأيضا هو كاتب عام لنقابة عشاب على الصعيد الوطني فعين لكم لحضوركم لهذا اللقاء التواصلي بل هو دورة كوينية في نسختها الثالثة بالنسبة للأخير الطفالي حضرت في الدورة الأولى والدورة الثانية وأنت متواجد هنا لدار الشباب للاستفادة من هذه الدورة التكوينية لمرض عقل نيسا فماذا تقول عن أسباب وعيلات هذا المرض؟ وباسم السيد الخبير الرئيس لشب نشكر كل من حضر هذا اللقاء سواء من مضيق فاس ومدينة الضرب إضافة وتونات والقنيطرة وسلا وبزنقة وبرشيد فباسم السيد الرئيس نرحب بكم ومنبر جريدة مغرب الموطنة يواكب جميع الأنشطة للسيد الرئيس الوطني في هذه الدورة وضعت لك سؤالا عن أسباب وعيلاج مرض عرق النيسا فلك الكلمة بالنسبة لهذه الدورة السيد الرئيس نشكر بكم ونشكر سي موسى الشاب وجميع الحضور اللي وقع وهو تقريبا تنعني شيء ثلاثة سنينة دي بشان تنعني بهذا المرض عرق النزا وبالصور فاتن نشوف سي موسى الشاب في اليوتيوب بالمهم تصل به ويسر له وحضرت قريبا بعد ذلك الحصة الثالثة لنحضر لها المهم لأن الناس تنتجت وفضل الشهر هذه الدورة الحصة الحمد لله كانت تنشوف أحد الـ 50% أو الـ 60% أسباب الشفاء وتنأمنه إن شاء الله يكون خير إن شاء الله أما السيموسى ما شاء الله عنده طريقة خاصة وعلاجة إن شاء الله فعال ما كيش إن شاء الله في التخلص أحقا جرت بزادي المحاولات بزادي العلاجات لفا الحديث ولفا في التقليل وإن هذه الطريقة للسيموسى ما شاء الله في إطار تقافة الاعتراف نشكر مرة أخرى السيد مصطفى مليل على حضوره لهذه النسخة الثالثة ومزيد من التوفيق شكرا جزيلا